لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجعل وسط الفن العربي مساء اليوم برحيل الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر بعد رحلة من العطاء امتدت لأقصر من ستون عهما أسرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي وولد الراحل في 13 يونيو سنة 1941 وبدأ حياته المهنية كموظف بوزارة الداخلية قبل أن يتفرغ لقسم الموسيقى بوزارة الأعلم ويعد عبد الكريم عبد القادر من أهم فنان الكويت والخليج العربي في السبعينيات والسمانيات والتسعينيات من القرن الماضي وتوفي الفنان الراحل داخل مستشفى جابر في العاصمة الكويتية بعد صراع مع المرض عن عمر ناهزة 81 عاما ولفقيد الموسيقى العربية مشوار طويل في عالم الموسيقى والغناء كما اشتهر بلقب الصوت الجريح في عام 1988 بعد أغنياته المشهورة أجر الصوت تزوج في عام 1967 ولديه خمسة أولاد هم خلود وإيمان وخالب ومحمد وفيصل من أشهر أغنياته تكون ظالم كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البيعجان وسار الليل يا أمرنا كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر في أواخر عشرين اثنين وعشرين أصيب بواكة صحية خطيرة دخل على أسرها أحد مستشفيات الإمارات وبعد العلاج خرج في مقطع فيديو على كرسي متحرك داخل غرفته وطمأن جمهوره من أشهر ألبوماته ألبوم الزوار ألبوم غريب ألبوم باختصار وأغنية الوداع والله معي وألبوم مستحيل وألبوم صوت الجرحة روائع الفنان عبد الكريم عبد القادر أسمع صوتك ساعة سعيدة وألبوم قصتك ففقدت الساحة الغنائية الخليجية برحيله بعد صراع مع المرض والذي كان يطلق عليه اسم الصوت الجريح ويعد واحد من أبرز المطربين في بلاده خاصة والخليج عامة في السبينيات والثمانيات والتسعينيات وقال خالد ابن الفنان الكويت الراحل عبد الكريم عبد القادر أن الجسمان سيوهر السرى اليوم السق بعد صلاة العص في مقبرة الصليب خاد مشيرا إلى أن العزاء للرجال سيكون مقتصرا في المقبرة وفقا لما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية وساءت حالة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر الذي كان يعاني من أمراض مزمنة في الأيام الأخيرة دخل على أسرها مستشفى جادر بالعاصمة حتى وافته المنية تعد أغاني سرى الليلة أمرنا وتكون ظالم من الأبرز للفنان الكويتي تصدر هاشتاك عبد الكريم عبد القادر الأعلى تداولا عبر مواقع التغريدات تويتر وأكثر من 28 ألف تغريدة خلال ساعتين فقط من إعلام خبر رحله وفقا لما ذكرته صحيفة القبس الكويتية وقد نمع عادة كبير من نجوم الأغنية العربية العزاء في وفاة عبد الكريم عبد القادر قال الفنان الكويتي عبدالله رويشيب معزيا رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على ألبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من أعلام بلادنا عبد الكريم عبد القادر وخالص التعازي وصادق المؤساة لأسرتك ومحبيك ولنا وللكويت جميعا فيما قالت الفنانة أصالة رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على ألبنا يا صوتنا يا معلمنا عبد الكريم عبد القادر من جانبها كتبت الفنانة الكويتية نوهل رحم الله صوت وطن النهار وصوت قلوبنا مضيفة في عزاء الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر أن بلادها فقدت شخصا كبير ومعلما من معلمها وأوضحت الفنانة الكويتية نوهل عمرنا ما رح ننسى هالصور اللي ملك قلوبنا وكبر نعلي من جانبها نعت وزارة الإعلام الكويتية الفنان عبد الكريم عبد القادر بعد رحلة عطاء فني استمرت لأكثر من ستون عاما وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد أن البلاد فقدت قيمة وقامة فنية كبيرة وفنانا زى أخلاق عالية وأضاف مراد أن الراحل الكبير من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية في بلاده نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصير مشيرا إلى أن عبد الكريم عبد القادر قدم العديد من الأعمال الغنائية التي تمثل تراثا غنائيا تفخر به الكويت وفقا لما ذكرته صحيفة القبص الكويتية وعبر نجوم الفن في الوطن العربي عن حزنهم وتأثرهم بوفاة مطرب الكويت عبد الكريم عبد القادر ونعى المطرب الكويت بشار الشط المرحوم عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الاستجرام قائلا لا شيء أصعب من الوداع لك يا صوت بلادي الذي تربينا وعشنا وأحببنا الفن من خلاله والذي علمنا أن الخلق يأتي قبل كل شيء وأن الفنان مهما كان نجاحه وحب الناس له يصل أكبر وأعلى بتواضعه وتقديره لنفسه قبل الآخرين فعلا يهتز التفكير وتعجز الكلمات عن التعبير في هذه الأوقات الحزينة لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص العزاء لنفسي ولأسرتك الكريمة وللكويت كافة وللخليل ولجميع محبيك في الوطن العرب الكبير على هذا المصاب الجلل وستظل خالدا في قلوبنا وبالنا ووجداننا وأضاف بشار الشطي قائلا يا أبو خالد سنشتاق لك يا صوت الجنيح وبرحيلك عنا أعلم أن قلوبنا وأصواتنا جرحا ويشهد الله وداعا يا كبير وداعا عبد الكريم عبد القادر إلى جنات الخلق بإذن الله وإنا لله وإنا إليه راجعون ونعاه فائز السعيد قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون لقلوب مؤمنة فقدنا اليوم علم من أعلام الفن الخليجي والعربي الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر رحمة الله عليه اللهم الاعتراض قدم الكثير للفن الراقي والمتزم وكان مثالا مشرفا للفن الخليجي والكويتي الله يرحمك يا أبو خالد وقالت عنه ديانا كريزون عبر الاستجرام الصوت الجريح إن لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر من الكويت رحلت جسدا وبقيت صوتا وتاريخا لا يموت رحمك الله يا أبو خالد أحر التعازي إلى أسرة الفنان القدير الراحل وإلى الوسط الفن الكويتي والعربي وإنا لله وإنا إليه راجعون لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد